في الساحات الأخيرة من المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتطلع الطرفان لسد الفجوات التي تبدو متباعدة بحسب رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون نريد مواصلة الحوار بشكل دائم إذ كان هناك أي فرص للاتفاق لكن علينا أيضا أن ندرك أن المملكة المتحدة يجب أن تكون قادرة على التحكم بقوانينها الخاصة وعلى مياهها وحقوقها بصيد الأسماك هذا ما صوت له البريطانيون أي حكومة عاقلة لن توافق على معاهدة لا تحتوي على هذين الأمرين الأساسيين وضع المفاوضات التجارية بالنسبة لجونسون صعب إلى درجة أن لا اتفاق أمر محتمل لكن التفاؤل الأوروبي بشأن إحراز تقدم فيما يتعلق بمسألة المنافسة العادلة بين الشركات يفتح باب الأمل عند الطرفين لتجنب مثل هذا السيناريو الذي قد يحدث فوضى في الحدود إضافة لفرض تعريفات جمركية على الصادرات والواردات من شأنها أن ترفع أسعار المنتجات الأوروبية والغذاء إن عدم التوصل لاتفاق سيحدث ضرراً اقتصادياً وفوضى محتمل للطرفين لكن بريطانيا ستتأثر بشكل أكبر داخلياً تواجه الحكومة ضغوطاً سياسية من المعارضة البريطانية للتوصل لاتفاق وفي الشارع تختلف الآراء المتابعة لسير المفاوضات أنا قلقة من أن الجانب البريطاني سيتنازل كثيراً من أجل الحصول على اتفاق علينا الالتزام بخطوطنا الحمراء والانسحاب من المحادثات إذا أصر الأوروبيون على موقفهم أعتقد أن معظم الناس يريدون اتفاق ما لأحد يريد الخروج بشكل جاد خصوصاً مع أقرب جيراننا وفي الوقت المتبقي تقول الحكومة أن فرص الاتفاق تقل عن 50% لكنها مستعدة للخروج وفق قواعد منظمة التجارة العالمية أقل من أسبوعين على انتهاء المرحلة الانتقالية وبدء مرحلة ما بعد البريكزيت لكن الوصول إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والالتحاد الأوروبي ما زالت ضبابياً مشهد يثير قلقاً لدى الشركات ورجال الأعمال على الجانبين قلق يزداد مع الاغتراب من الوصول إلى الأمتار الأخيرة من هذه المفاوضات عمر شاكر الحرة لندن